حبوا يحطوا أن اعتقال النكاز والمحامين تعوج نتيجة لقضية الدبازي هذا قد يكون جزء منه صحيح فقط لكن الحقيقة هو أن الموضوع كان بهذا السبب وليس بذلك السبب ها هو السبب وكان لأن القيامة قامت على أسياتكم في إسبانيا ودرك نشوفها وبالأدلة أيضا ها هو السبب أسم الله الحمز بحيم أخيح مريضا أممم أخيح من المحامز مريضا من المحامز ميليتير يتعمل 11 عام ميليتير هذا هو السبب وقالت له لأنه حكم عليه بالإعدام لأن المحامي اللي كان مع عبد القادر شهرة أخبرها شاف الملف وأخبرها أن حكم عليه بالإعدام ولذلك المحامي رفع السجن اليوم والمحامي دوره أنه يخبر الأسرة بما يوجد في الملف ويخبر الموكلة بما يوجد في الملف وبنحلي ما اكتشف أنه عنده حكم بالإعدام لما خرجت هذه الأشياء وكان هناك قلق شديد في إسبانيا من الحكومة لماذا كان هذا القلق ولش هناك أسباب عادية جدا والحقيقة أنه بعض البرلمانين بما يوجد في المنزل بما يوجد في المنزل بما يوجد في المنزل على محمد بن حليمة تحدثت وشو ميدي لهم في الكونغرس يعني في البرلمان واش كتبت اليوم أمنيستي انترناشن ودركنا قرار لكم وقرار سيء جدا للعصابة ويضربها في الوجه أمام العالم الخارجي وهذه إحدى إحدى البرلمانيات واسمها وأنا أنصح إخواني خاصة من من يحملون محمد بن حليمة ومحمد عبد الله وابراهيم العلان في قلوبهم وإسبانيا اللي كانت رحلتهم أن ندعم هؤلاء ندعمهم هؤلاء اللي رأهم حملين القضية ندعمهم هذه اسمها ماريا دانتاس ماريا دانتاس ها هو لمن يريد حتى يأخذ الاسم انتاحا هذه ماريا دانتاس فتشوفوها في صفحة الفيسبوك في تويتر إلى آخره شجعوهم ديرهم بارتاج ديرهم تشجيعات ديرهم إلى آخره فلأن هذا مهم جدا هذا مهم جدا لكي يتم فضح التواطع مع الحكومة الإسبانية مع المافيا العسكرية هذا فقط لا أبدا في الحقيقة كهي المواضيع أخرى ومواضيع مزعجة جدا لهذه العسابة ها هي مجموعة مقالات هذه في موقع يسمى الدياريو لماذا نوريهم لكم هنا باش تقدروا تدوم لهم صور تدخلو لهم وتشوفوا العمل هذه في موقع آخر يسمى بريس ديجيتل طبعا راكم تقدروا تترجموا المقالات اللي بالإسبانية الآن جوجل يترجمها وفي حدود 90% إلى 95% صحيحة بالعربية وبالفرنسوية في حدود 97% إلى 98% صحيحة اللي بالإسبانية فتقدر ما تعرفش إسبانية مكش مشكلة تروح تعطيك اللي يقول لك هل تريد أن تترجم تترجم للغة اللي تعرفها هذه الإيفيئي هذا كلهم اليوم بالمناسبة هذا هذه الإيفيئي أي وش راهي جايبة هنا صور التبون وجايبة على بن حليمة وماذا حدث والأخطاء اللي ارتكبتها إسبانيا في الموضوع وهذه Levant EMV هنديلها ها هي ها هو الموقع ها هي هنا مترجمة بالعربية تقدر تشوها مباشرة المترجمة بالعربية وهي في الحقيقة من موقع إسباني تلقاوا الترجمة بالعربية فمفهوم وموقع أخرى وقنوات أخرى وراح تزيد لأن الموضوع هذا خرج اليوم على أكسيون إرجنت إرجنت هذه خرجة اليوم ومن هنا وجه التحية للعاملين في الخفاء في موضوع محمد عبد الله ومحمد عزوز بن حليمع واللي لا يريدون لا بوز ولا تلاعب ولا يريدون فقط خدمة إخوانهم خدمة الحراك خدمة هذه القضية واللي تحملوا من بعض المغريضين أو بعض الناس اللي موش فاهمين أو بعض حتى السفهاء تحملوا الكثير وكانوا دائما يصبروا وهما معارفين وش يديروا وهما يخدموا وما يقدروا يكشفوا كل شي للجميع لأن المافيا الإرهابية تتربص بعض خوتنا وحنا نتفهم ذلك حبهم لمحمد عبد الله ومحمد بن حليمع وبرائم العلام يخليهم دائما يبحثوا على معلومات بعض الناس يختنموا الفرصة بدلا يقدموا معلومات صحيحة ويتكلموا كلام صحيح لا يبدأ يقول أي شي أو تقول أي شي بل بالعكس كي البعض منهم يروح يتهم وليك الذين يدافعون عن هذون انتهامات باطلة وكم التقينا من انتهامات من هذون واحد كان دائما يروحه ونشعر القاضي واحد ما نشعر وش دائما ومش ومش عارف وش دائما ومحامي ومش فهمين ومش عارفين أصلا ومش يتهم يقولوا برك يهاجموا برك يهاجموا برك بدل من أن مكش عارفوا سكتوا العيام زيت تثبت ذلك خلينا نقرأ بعض ما قالته أمنيستي اليوم للعصابة بعثت منظمة العفو الدولية وراه موجودة وراه موجودة في المواقع نعتقد في المواقع خاصة بمحمد عبد الله ومحمد بن حليمة وسننشرها أيضا عندنا وعند بعض إخواننا اللي نشروها كل أستها بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس الجمهورية طبعا نحن لا نعترف برئيس الجمهورية لكنه ما يسمى رئيس الجمهورية عبد نجيد تبون تطلب منه إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشط محمد بن حليمة الذي تورد من إسبانيا في مارس من مركز احتجاج الأجانب في فالنسيا وحكمت عليه محكمة عسكرية بالإعدام بن حليمة رجل عسكري سابق كشف فساد القيادة العسكري القيادة العليا للجيش الجزائري على الأنترنت وطلب اللجوء في إسبانيا لكن سلطات البلاد رحلته إلى الجزائر في مارس دون اتباع سمعوا مليح هذه وهذه رد على كل الذين شككوا قالوا أنتم ما ما عرضتوش تحمو أنتم ما دفعتوش عليه السمعوا مش تقول مؤهم منظمة حقوقية في العالم وقد طلب بن حليمة حق اللجوء مرتين طلب اللجوء في إسبانيا لكن سلطات البلاد رحلته إلى الجزائر في مارس دون اتباع الإجراءات القانونية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لتقديم طلب اللجوء كما توضح رسالة منظمة العفو الدولية وقد طلب بن حليمة حق اللجوء مرتين حدوما في فرنسا والثاني كان في إسبانيا لكنه رفض بسبب انتهاك قانون الهجرة زفادوروس القانون ليس لديه أوراق تم القبض عليه في سارقستا وأرسله إلى فالانسيا حيث عيده في رحلة الصباح الباكر بعد خمس دقائق من اختارهم بقرار CIE أرسله إلى السلبي باللجوء أرسله إلى الجزائر بمعنى أن منظمة العفو الدولية هنا تدين اسبانيا على عدة مستويات بما فيها أنها لم أعطيت البنحليمة الحق في معارضة رفضهم اللجوء بعد خمس دقائق صدروا القرار رفضوا اللجوء وبعثوه في طائرة ليس فقط ارتكبوا أخطاء أصلا في اعتقاله ليس فقط ارتكبوا أخطاء أصلا كما أعطلوه للجوء ليس زادوا ما سمحولوش بالاعتراض كما يقوله القانون وبعثوه في طائرة طائرة للعصابة هناك وهذا غموض في عملية CIE السلبي بشأن اللجوء وبعد يقول لك حيث تم عادة ترحيل من فالنسيا عن طريق القوارب في مجموعات لكن بنحليمة بعثوه في طائرة كانوا مستعجلين جدا 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 النظام كان مستعجل جدا لماذا؟ لأن إسبانيا كانت خذات قرار انقلابي في سياستها انقلبت على سياستها لتبعتها من الـ 75 بأنها تكون في شبح حيات في قضية الصحراء الغربية لكن في 18 مارس تبنت الحكومة الإسبانية الطرح المغربي فالنظام كان منزعج لأن كان لازم يحافظ على العلاقة على الأقل محيث الشكل حتى يستلم بنحليمة ولذلك قالوا ما بعثونا في طائرة ما نستنوش حتى للبابور إضافة إلى أنهم حابين ينتقموا منه وبعد ما استلموه بدوا ينتقدوا في الحكومة الإسبانية كون كانت عندكم ذرة شهامة تقولوا أنهم ما نشدوش ما نشدو حتى معارض إحنا راكم خرجتوا ضدنا في قضية الصحراء الغربية اللي إحنا 47 سنة وإحنا نكذبوا على الشعب الجزائري فيها ما نشدش عليكم وإحنا موطرين المنطقة إلى آخر خلاص ما نشدش هذا الموضوع ويهمني موضوع هذا كل طبيعة الحال قضية الصحراء الغربية يكلوا بيها الخوز برك ويبعثوا بيها ملايير دولارات ويخوفوا بيها الشعب وتبقى المنطقة متوترة وغير مستقرة لأن اللي يامن بتقرير مصير بتاع الشعوب واحدة آخرى من بابي أولى أن يامن بتقرير مصير شعبه من بابي أولى أن يامن بتقرير مصير شعبه واللي الشعب خرج وقالها لمدة قريب ثلاث سنوات بتقطع لكن قالها في صراخات والحراك اللي جعلت حياتهم جحيم وتتابع رسالة منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية سجنته في الحراش بالجزائر العاصمة قبل نقله إلى سجن البوليدة العسكري حيث كان ينتظر استكمال التحقيقات والمحاكمة بتهم مختلفة وحكم عليه بالإعدام غيابيا بدون الحضور بتهمتي التجسس والهجرة وتم رفض طلبات اللجول التي قدمها بن حليمة لاعتباره خطر أمنيا ولكن كما أخبرنا محامي من الشبكة القانونية إدوارد جوميز طلبنا بعض الإثباتات تغريدة منشورة على الشبكات فيديو يحرض فيها على العنف ولم يردوا علينا بأي شيء على الإطلاق قلت لهم إذا عندكم دليل واحد أن بن حليمة دعاي للعنف أو عندكم دليل واحد أن بن حليمة خطر أمني عليكم كما تزعمون أعطونا دليل واحد أعطونا تغريدة واحدة أعطونا بوست واحد في الفيسبوك أعطونا زج كلمات في اليوتيوب ما كانش لا شيء على أن شيء في الـ C.E.A.R على الرغم من تحضيرات المحامية والمفوضة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ولم يكن يظنوا أن هذا شيء سيحدث انتهى الأمر بالحكومة بعادة بن حليمة إلى بلاده أثار هذا الوضع ردود فعل من مختلف الجماعات السياسية وطلب نواب مثل ماريا دونتاس بمثول وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاكسا لشرح الأسباب ترحيل يعني وزير الداخلية الإسباني الآن يجد نفسه في وحل حقيقي وفي غضب من برلمانيين وصحفيين وحقوقيين داخل إسبانيا وخرج إسبانيا أيضا وأنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية فور وصوله إلى الجزائر فور وصول بن حليمة إلى الجزائر اعتدت قوات الأمن جسديا على محمد بن حليمة وقد وضع فيما بعد في نفس الجناح من السجن الذي سجنا احتجزه بسبب الحراك ونقل فيما بعد إلى سجن البوليد العسكري كما انتقدت المنظمة أن السلطات الإسبانية قررت إعادة بن حليمة دون تقييم كامل لطلبه اللجوء وفي انتهاك واضح لحقوقه والتزاماته الدولية بعدم الإعادة القصرية لأن القانون الدولي والقانون الإسباني والقانون الأوروبي يمنع يمنع الإعادة القصرية لطالب اللجوء يمنحها يمنحها بمعن أنه كي ما يعطوك اللجوء يقول لك عندك الكيت قادر بلادنا يالله خرج من عندناها عندك الكيت عندك ستين يومي يلقيناك هنا في الغالب هذه القانون الأوروبية يلقيناك هنا رانا نعاقبوك ونسجنوك بسا ما يسلموكش لكن سواء في محمد عبدالله وقبله إبراهيم الإعلامي حتى وين كان إبراهيم الإعلامي كان مازال موصص الإسبانيا وين مسلموا من البحر وبنحلي ما فيما بعد وحكم على ابن حلي ما غيابيا في قضيتين أخرياتين بالسجل لمدة عشرين عاما بتهم من بينها المشاركة في جماعة أرهابية ونشر أخبار كاذبة وتقويض الوحدة الوطنية وهم مادتان من التشريعات تستخدم والسلطات على نطاق واسع لتجريب مظاهرات سلمية حتى أن الكيان أوضح أن المحامي الذي دافع عن ابن حلي ما ظهر في شريط فيديو على التلفزيون العام مع والدته وعتق إلى يوم 13 ماء وهنا يشير إلى قضية اعتقال المحامي عبدالقادر شهرة ونقاز ماذا يعني هذا؟ بعد تلاؤ طيل عليكم ماذا يعني هذا؟ يعني هذا المافيا راهي من ترتكف في أخطاء متواصلة ذقت بشدة بشدة محمد عبدالله طبعا دفعت فيها القاز دفعت فيها موالنا ودفعت فيها التنازل على بعض الحدود البحرية وأشياء كثيرة ثم جاء بن حلي ما وأيضا قاموا قدموا تنازلات للإسباني إلى آخره لكنهم من كوارث اللي عندهم هو أنه يبان باللي كاين حكم بالإعدام أنا أتوقعت علاش النظام راهي الآن منزعج وزادش حتى قل نقازه لأن الإسباني يقولونهم خدعتونا إذا كانوا قالوا لهم فمعنى الحكومة الإسبانية متواطعة في المطلق لكن أنا لا يقين الحكومة الإسبانية لم تكن تعرف أنه عنده إعدام لأنها كانت ما تسلموش صحيح هي سلماته بطريق غير قانوني فيه واخترقت قوانين كثير لكن قضية الإعدام ما يلعبوش فيها قضية الإعدام ما يلعبوش فيها لأن رد الفعل الأوروبي والعالمي راح يكون خطير جدا على الحكومة الإسبانية والموضوع مش راح يحبس بعد شهر ولا سنة ولا سنتين راح يندايمن هذا الموضوع يزعجوهم به طول الوقت حتى لما تبدل الحكومة حتى لما يروح رئيس الوزارة هذا ووزير الداخلي وجو آخرين يبقى دائما إيدانة الحكومة الإسبانية لأنها هي التي تدير الدولة الإسبانية فالنظام اهبل لما خرج موضوع أن بنحليم عنده حكم الإعدام والحقيقة خرج في هذك اليومين بالمناسبة خرج في هذك اليومين وجاء خرج المحامي اللي راح زاره وأمام أمه وأمه أكدت الخبر فهذا في الحقيقة هذا في الحقيقة خلاهم مع أصحابهم إسبانيول في قلق شديد والنظام يقلق لما التوترات مع إسبانية يخلق لماذا يقلق في التوترات مع إسبانيا؟ لأن عناصر كثيرة المافيا العسكرية وبعض الوجوه المدنية كبار القضاءات كبار الولات الوزراء عندهم سكنات في إسبانيا مهربين أموال بالشكاير البعض هم راح يقيم ثم جنيرال شانتوف راح ثم ويحي راح ثم وصر كثيرة من اللي راح في الحبس ولا راح مبررهم ثم كثير من الجنيرالات عندهم إقامات هناك كثير من الوزراء كثير من الولات فهذا يضغط عليهم بشدة راك تمثلهم في الأمور الجنة تاحهم راي الجنة تاحهم هذيك خاصة بعد ما ولوا شوية الفرنسيسي ممكن ما يرتحوا له مش كثير